اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازالت رحلتنا مستمرة مع بقية الرحلة وبقية الرحلة هي الرحلة التي سنقضيها ابتداء من ساعة الغرغرة عندما تأتينا لحظة مفارقة الحياة إلى أن ندخل الجنة بإن الله تبارك وتعالى وأن لا نكون من الذين يدخلون إلى جهنم والعياذ بالله إن عذابها كان غرام تحدثت في حصص مضت وأتذكر بالضبط حوالي أربع حصص مضت تحدثت عن شيء يسمى البرامج المورائية الميتا بروغرام أو الميتا بروغرام هذه البرامج المورائية هي البرامج التي ترسخ بداخلنا على مستوى العقل الباطن وهي التي توجهنا بطريقة لواعية في حياتنا من بين البرامج المهمة جدا أن بعض الناس موجهين أن بعض الناس موجهين بالألم أو أن بعض الناس موجهون بالألم الدقيق والصحيح هو هذا لأن موجهون خبر لأن أن بعض الناس موجهون بالألم وش معنى هذا؟ معنى أن بعض الناس بش يدير حاجة أو ما يديرش حاجة لو كما تبيلوش الألم اللي راح ينجر عنها ممكن هذه الحاجة اللي يحب يديرها ما يديرها أو هذه الحاجة اللي ما حبش يديرها يديرها وهناك بعض الناس موجهون بالمتعة إذا حب يدير حاجة أو حب يتوقف عن شيء لازم يعرف ما هي النتائج الإيجابية التي يتحصل عليها عندما يفعل أو يتوقف ولهذا كما ذكرت في حصص مضت في القرآن الكريم هناك تساوي بين من هم موجهون بالألم ومن هم موجهون بالمتعة أي هناك آيات تتحدث عن الترهيب التخويف وهذا التخويف هو موجود في القرآن الكريم فيه حديث عن النار فيه حديث عن العذاب فيه حديث عن موقع للأمم السابقة التي لم تأتمر بأوامر الله تعالى وكذلك القرآن الكريم فيه حديث عن الترغيب فيه حديث عن الجنة فيه حديث عن مآل الأنبياء الذين صدقوا وفيه حديث عن مآل الذين صدقوا من أتباع الأنبياء إلى آخره وفيه حديث عن مآل المؤمنين الصادقين ولما نأتي إلى عد آيات القرآن الكريم في الترهيب وآيات القرآن الكريم في الترهيب نجدها بأنها متساوية نفس العدد تحدثنا عن الترغيب وبدأنا الحديث عن الترهيب فيما يخص بقية الرحلة اليوم سنواصل حديثنا عن الترهيب وعن الألم حتى ينتفع من هم مدفوعون بالألم للفعل أو الترك أن نفعل الطاعات وأن نترك المعاصي والعياذ بله اليوم عددنا موضوعه صدمات تعلمت في الصحة النفسية أن هناك فرق بين الصدمة وألم الصدمة ووقت الصدمة وكثافة الصدمة كثافة الصدمة كل ما يكون تكون الصدمة كبيرة قد ما تقدر تستمر في الزمن بالنسبة لصاحبها هناك أناس يصدمون ويتخلصون من الصدمة في الحين أو بعد حين لأن هناك أناس من يعيشون بالصدمة معناها الصدمة لطرومة مشى الصدمة مشات الحاجة هذه الصعيبة مشات ولكنها تبقى في أذهانهم مثال بسيط جدا كأن بعض الناس يأتي زلزال والزلزال يصنع عندهم صدمة والزلزال في حد ذاته صدمة ستنطرومها بعض الناس يتوقفون عن الخوف من الزلزال بمجرد أن ينقضي أو تنقضي فترته وارتداداته خلاص خلاص الزلزال خلاص ما يبقاش عندهم الخوف تاوه لكن بعض الناس يبقى معه الزلزال في رأسه وكل وقت خايف وفوبيا شديدة هذا يسموه ألم الصدمة يعني ما بعد الصدمة وهذا ما بعد الصدمة يخلي الإنسان ممكن جدا يعود يخاف يتنقل مثال في المثال تعنا تعزززال يعود يخاف يتنقل يخاف يفارق ولاده يخاف يخرج بالدار ممكن جدا إذا كان يسكن في مكان عالي يخاف يدخل للبيت تتاعه في هذه المكان العالي إلى آخره إلى آخره إلى آخره لما نأتي إلى بقية الرحلة نجد أن الصدمة أو الصدمات متتالية وكبيرة لما الإنسان يجيه الموت يأتيه الموت فيبدأ في صدمات كبيرة وهذه الصدمات هذه فيها ألم نفسي شديد خطر كنعود ونحكو هنا جماعة الخير الله يحفظكم كنعود ونحكو على بقية الرحلة ونحكو على الموت لا يجب أن تكون قضية قصة في حصتنا هذه بقية الرحلة لن ندير في تحليل عميق كنقول كين ألم نفسي يعني جراند الدولار بسيكولوجيك ألم نفسي كبير جدا من يعاني هذا الألم هو الذي دخل قبره ووجد بأن مصيره إلى مآل سيء أو رايح لحاجة مش مليحة أصلا أول صدمة وجوه الملائكة السوداء يعني تأتيه ملائكة وجوههم سوداء سود الوجوه فهذه صدمة هذه في حداتها صدمة ثانيا يأتيه كفن من النار ممكن الواحد لأن القضية هي قضية إدراك وقضية أن الإنسان يعطي للشيء قيمته فالوريزيل شوز نقدر نهضر ونقول كفن من النار وما نحش بها لكن اللي يعيشها يحس بها كفن من النار كفن من النار جماعة الخير لو كان الواحد تقيسه غير شوية على النار في صباعه وفي رجل وفي يده ويروح الإنسان لبعض المستشفيات المتخصصة في الحرائق يعرف المعاناة عن الناس اللي تحرقه قالوا ما بالك كفن من النار لا يفارقه كفن من النار وهذا الكفن خطر نحن تقول لي في الدنيار أنا نروح ونشره الكفن مع ذي اللي بيعو الكفن وراء الكفن تعالنار هذا الكفن تعالنار تكفن به الروح تكفن به الروح والكفن هذا تعني تلك الكتان الذي يبلى واللي بعد خمسة أو أربع أو ثلث سنوات بعد خمس سنوات تعال أكثر نحوسوا عليه تحت لرد ما لقاهاش حتى العظام تعالى الميت ما لقاهاش ما لقاهاش لقاهو رميم ما كانش الكفن دخلت إلى الجسد والروح إذا دخلت إلى الجسد هذه هي اللي يقول عليها النفس ونفس وما سواها ولا الروح كذلك وهذه الروح عندما تفارق الجسد يموت الجسد والروح لا تفنأ هذه الروح تكفن في كفن من نار صدمة صدمة كبيرة جدا وهذا الصدمة هذه يقولوا ناس بكري ما يحس بالجمراء غير لي كواتو ما رح يحس بهذا الكفن تعالنار غير لي يكفن فيه كفن من نار الريح المنتنة تولي تخرج من هذه الروح ريح كريهة صدمة صدمة إنسان لو كان تخرج منه ريح في الدنيا هذه كريهة تلقى تمتم يجري باش يستحم باش ينقى يروحه باش يدير ريحة باش كذا مرة مرة ولو كان يقول لك إنسان راي فيك ريحة كريهة عرقك موش مريحة ولا تتقزز ما بالك بريح كريهة مستمرة تستمر مع هذا الإنسان في روحه بعدها مباشرة شفتوا هذوك الملائكة سود الوجوه صدمة تأتيه الصدمة الكبرى ينزل ملك الموت ليقبض الروح لأن المكلف الوحيد بقبض الأرواح هو ملك الموت عندما ينزل ملك الموت هيبة كبيرة ملك الموت أيها الإخوة أيها الأخوات الأرض بين يديه كما تكون بين يدي أحدنا برتقالا وعلى هذه بعض الناس يدهش يقول كيف ملك الموت يقبض قاع أرواح الناس في نفس الوقت ملك الموت الكرة الأرضية قدامه كله واحد حاكم برتقالا وحاكم حبة فه معناها أنت تتنقل فيها نفس اللحظة تتنقل فيها كما حبيت ملك الموت هيبة شديدة اللي بعدها مباشرة الصدمة الكبيرة شدة النزع هذا اللي يدير معاصي وهذا اللي ما حبش يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى الذي جاء في الحديث الفاجر أو الكافر والعياذ بالله والكفر كفر أنواع كفر نعمة كفر عقيدة كفر إيمان كفر أنواع الكفر أنواع فهذا هذا لما تخرج الروح تعو كما يخرج السفود من هذا كالصوف لمشمخ وروح هذا الإنسان هذا اللي اعصى ربي بزاف لما توصل للهنة يعني توصل للحلق للغرغرة تعاود تنتشر في كل الجسد خيفة تخرج تعاود تنتشر في كل الجسد ولهذا ينتزعها ملك الموت انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف الصوف يعني اللي فيه البلل لمشمخ فدير السفود في الصوف لمشمخ وتجبدو هكذا بالأخر تشوف هذا الدخان كيفاش يخرج فهذه كذلك صدمة أخرى الصدمة السابعة الموالية أو الصدمة السادسة هي أن هذا الإنسان يؤمر بأن يكتب في سجين الله تعالى يأمر الملائكة يقول أكتبوا روحا هذا العبد في سجين الحاجة اللي بعدها الصدمة الكبيرة أنه عندما يصعدوا بالملائكة بهذه الروح الناتنا بهذا الكفن من النار يصعدوا إلى السماء كلما مروا على فوجين من الملائكة قالوا مروحوا من هذه الكريهة أو كريهة الرائحة يريدون أن تفتح لهم أبواب السماء فلا تفتح لا تفتح حتى يليج الجمل في سم الخياط مستحيل لا يطلعش للسماء الثانية لا يفوت السماء الأولى هذه كلها صدمات هذه الصدمات سيعيشها من كان معرض عن أمر الله تعالى في هذه الرحلة وبالتالي الصدمة الكبرى 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 في الأخير هي أن في الحياة الصدمات تأتي وقد تعالج وقد نقف مع معالجين ومع أطباء نفسانيين مختصين نفسانيين قد تزول الصدمة لكن هذه الصدمة باقية مستمرة في الزمن وبالتالي نسأل الله تعالى العفو والعافية نسأله عز وجل أن يبعد بيننا وبين هذه الصدمات كما بعد بين المشرق والمغرب نسأله عز وجل أن يوفق قلال الخير والصلاة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر